اعتقالات تعسفية وتعذيب وقتل خارج إطار القانون هذه بعض الحالات التي تم توثيقها في سوريا خلال شهر تموز الفائد انتهاكات حقوق الإنسان هذه ترتكبها جهات مختلفة في شتى أنحاء البلاد لكن النصيب الأكبر كما العادة هو من حصة سلطة الأسان وفي أحدث الأمثلة على هذه الانتهاكات موقع صوت العاصمة يقول إن دورية عسكرية لقوات الأسد داهمت بلدة يلدى بريف دمشق الجنوبي يوم الأربعاء الماضي بحثا عن الشبان المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية لتنشب مشاجرة بينها وبين أهالي البلدة أسفرت عن تدخل دورية أخرى واعتقال 12 شابا بتهمة التخلف عن الخدمة ومصادرة دراجات نارية بحجة أنها مهربة بالإضافة إلى الاعتداء على الأهالي ما أجبرهم على إغلاق محالهم التجارية خوفا من حملة اعتقالات أخرى الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت ما لا يقل عن 209 حالات احتجاز تعسفي في سوريا في شهر تموز عام 2024 بينهم 14 طفلا وثلاث سيدات وتقول الشبكة إن 106 من حالات الاعتقال كانت على يد سلطة الأسد و43 على يد قسد و32 على يد هيئة تحرير الشام فيما سجل التقرير 28 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة الشبكة وثقت أيضا مقتل 65 مدنيا في سوريا خلال شهر تموز الماضي بينهم 23 طفلا وثلاث سيدات وست ضحايا بسبب التعذيب تقول الشبكة إن سلطة الأسد شرعنت جريمة التعذيب وأكدت الشبكة أن سلطة الأسد تسخر السلطتين التشريعية والقضائية لإصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان تستمر سلطة الأسد وميليشياتها ومن ورائها الجهات الداعمة لها في مواصلة ما كانت تفعله على مدار 13 سنة خلت فهي لم تكتفي بتهجير ملايين السوريين خارج وداخل البلاد بل تضيق على من تبقى منهم بواقع أمني وإنساني واقتصادي مترد وهو ما يؤكد أن سوريا ليست آمنة بالنسبة للسوريين